اشتركوا في القناة يحمل الذباب الكوليرا على قدميه كما ان اليدين المتسختين تحملنها ايضا نحن نبتلع جرثومة الكوليرا في مياه الشرب في طعامنا وعلى اصابعنا نحصل العدوى بسرعة في الصباح كان ابي مريضا جدا كان لديه اسهال يشبه الماء العكر وانا كنت خائفا جدا ذهبت للبحث عن مساعدة لم اقض الدراجة بهذه السرعة من قبل من النظرة الاولى علمت الممرضة ان ابي مصاب بالكوليرا وهو بحاجة الى مصل باقصى سرعة لم يكن المصل معها لذا كان علينا تحضيره لمساعدته في البداية جعلنا المياه نظيفة من خلال تصفيتها عبر قطعة من القماش ثم غليها لمدة دقيقة ثم اضفنا الى لتر من المياه المغلية نصف ملعقة صغيرة من الملح وست ملاعق صغيرة من السكر يصبح كطعم الدمع قليل الملوحة كنت خائفا ان افقد ابي امام عيناي لكنه بدأ يشعر بتحسن بعد اعطائه المصر شرحت لي الممرضة انه ليس كل من اصيب بجرثومة الكوليرا يصبح مريضا مثل والدك لكن المرض ينتشر بسهولة الان اريد ان اخذ مياه نظيفة الى قريتي وتعليمهم كيف يحمون انفسهم من الكوليرا لقد رأيت فتاة تحمل المياه من النه قلت لها انه بالامكان جعل المياه نظيفة وذلك باضافة نقاط من الكلور وانتظار نصف ساعة لتتعقم كان هناك رجلا على وشك ان يأكل ويديه متسختين فقلت له انه يجب عليه غسل يديه دائما بالماء والصابون بعد الخروج من المرحاض لن يكون تناول الطعام امن الا بيدين نظيفتين لقد رأيت اشخاصا ينشرون الكوليرا في النهر فقلت لهم انه يجب حفر جورة صحية بعيدة عن النهر حوالي ثلاثون مترا فهذا مهم جدا للحفاظ على نظافة قريتنا وجدت اما تحضر الطعام بطريقة غير امنة فقلت لها يجب اولا غسل اليدين بالماء والصابون وبعد ذلك يجب غسل الطعام وتنظيفه ثم طبخه واكله دائما ساخنا وحمايته من الذباب لقد نقلت الارشادات الى كل من في القرية وعدت الى المنزل كي ارأى بي وكنت سعيدا لرؤيته يتحسن اصبحت قريتنا نظيفة الان اصبحنا نصف المياه ونغليها لنتأكد انها امنة ودائما نستخدم المرحاض ونغسل ايدينا بعد الخروج من الطعام محمي من الذباب مغسول معقم ومطبوط نحن نغسل ايدينا قبل الطبخ وقبل ثناول الطعام وهكذا اصبحت قريتنا محمية من الكوليرا اعمل دائما على نشر النصائح لانك تستطيع ان تجعل قريتك امنة ونظيفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة